المهمة ليست سهلة للسلطة الرابعة وهو المسؤولية غادت كبيرة الإعلاميون يؤكدون في الملتقى العماني لصناع الإعلام أن الانتشار الواسع للإعلام الرقمي لن يلغي التقليدي من صحافة وتلفزة وإذاعة التي حورت أدواتها لتكون هي الأخرى في عالم الرقمنا الملتقى الإعلامي الذي يركز على الإعلام الرقمي وطبعا لا شك أن هذه الساحة ساحة جديدة ومهمة ومتجددة ومتطورة مما يعني أن على عاتقنا جميعا هذه المسؤولية في تطوير وسائل الإعلام المختلفة في المجال الرقمي صحيح مثل ما قال الأخوة في كلماتهم هذا الصباح بأن الإعلام التقليدي يبقى أيضا مهم ويبقى أيضا مطلوب ولكن الظرف الحالي والمرحلة الحالية تتطلب مننا أن نهيئ المزيد من المناخ المناسب والآليات والأدوات التي تمكن صناع الإعلام من أداء مهمتهم ومسؤولياتهم لا شك أن التطور في المجال الرقمي تطور متلاحق ومتواصل يكاد يكون على مدار الساعة نزاع بطولة المحتوى واتجاهات الجمهور في الفضاء الرقمي كلمة تحدثت بشفافية إلى عدم صمود أقوى الصحف الورقية على المستوى الدولي فتحولت إلكترونية وتطرقوا إلى تحديات تمويل التحول الرقمي في قطاع الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ومواجهة الخلل المعلوماتي وورقة عمل تحدثت عن تجربة وزارة الإعلام في منصة عين تحدثت ثورة المعلومات التي يعيشها العالم الآن طفرة هائلة في الصناعة الإعلامية وأنماط استهلاك المعلومات وإنتاجها ونشرها والتشارك في مضامينها حيث أدى هذا التطور إلى تقسيم القطاع الإعلامي كما ذكرت آنفا إلى مجالين هما الإعلام التقليدي الذي يضم الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون والإعلام الجديد الذي يقوم على تدفق المعلومات عبر شبركة الإنترنت لاحظ أن الإذاعة التي كنا نتوقع لها إذاعة المسموعة تكون ضمن ضحايا التكنولوجيا الجديدة صمدت الإذاعة سواء الإذاعات الحكومية أو حتى الإذاعات الخاصة وقددت نفسها وصبحت قادرة على مواكبة التطورات واستخدمت أيضا الصورة وما يعرف بالمشاهد الفيديو إلى جانب الإذاعة المسموعة الخطر يواجه الصحافة لا شك الصحافة الورقية ولاحظنا أن الصحف توقفت مجلة نيوزويك على سبيل المثال من المجلات التي توقفت ورجعت من جديد هذه الفترة وهذا يشير إلى أن هناك مد وجزر في الصحافة الورقية جدلية ضمور وسائل الإعلام التقليدي أمام الرقمي لن تنتهي والخبراء في القطاع يرون أن أكليهما في نمو والكثة تميل إلى مهنية ومصداقية التقليدي والانتشار للرقمي الرسالة الإعلامية العمانية واضحة جلية تعمل بميزان الدقة في نقل المشهد الاجتماعي وقضاياه بلا تهويل ولا تأويل في وقت تغيرت فيه الكثير من المجريات في صناعة المحتوى الإعلامي بوسائله التقليدية والرقمية من جمعية الصحفيين العمانية فارس بن جمع الوهابي مسقط